اشتركوا في القناة وعلى الأمة الإسلامية جمعا من المعلوم أن تربية الأولاد هي واحدة من أصعب المهام التي يمكن أن يواجهها الوالدان فهذه المهمة تحتاج إلى صبر واهتمام وتفان دون إرهاق وتعب للوالدين بالمقابل ولذلك فإننا نريد من خلال هذه الحلقة تزويد الوالدين بالمعلومات اللازمة التي قد تساعد في تسهيل مسألة تربية الأولاد والتي قد تحول تلك المهمة إلى مهمة سهلة وجميلة في نفس الوقت فتابعونا اليوم في هذه الحلقة من غراس تربوية لنتعرف على بعض تلك المعلومات من الأكاديمي والاستشاري التربوي والنفسي الدكتور إبراهيم بو زيداني أهلا وسهلا بكم دكتور إبراهيم أهلا بكم أستاذ عليها أهلا بمشاهدين الأعزاء رمضان مبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويوفقنا وإياهم للصيام والقيام وصالح الأعمال فقط يوجد مسألة أستاذ عليها كان من المفروض أن أو يعني كان بيننا خلاف على عنوان هذه الحلقة فالأستاذ عليها كانت تفكر أن يكون العنوان ما هو معلوم من التربية بالضرورة نعم ووجهة نظري كان أن نعنوينها بالأصول الستة للتربية لكن الأمران متكاملا يعني بمعنى أن هذه الحلقة ستحاول التركيز على الأشياء التي يجب أو ما هي الأصول العامة التي يجب أن يفكر فيها الآباء والأمهات عند قيامهم بدورهم التربوي شميل جدا يعني وهي بطبيعة الحال هذه الأصول هي ضرورة لكي يعرفها كل مرب دكتور يعني التربية في حالتنا اليوم أصبحت إما فيها مغالاة وإما فيها تسيب صحيح فبعض المربين من كثرة حرصهم ومن خوفهم من ما يحيط بهم في المجتمع من مشاكل وأفكار سامة وغيرها يغالي كثيرا ويخاف فتجده يركز على التفاصيل حيث أصبح يعيش في دوامة ورهبة وخوف من التربية والمتابعة وحتى أصبح يعيش إذا صح التعبير أولاده في سجن كبير ويتابعهم ويراقبهم دون الدراية بهذه الأصول التي تتكلمون عنها دكتور بالمقابل الكثير يجد التربية صعبة ولكي يتملص من هذه المسؤولية الكبيرة وهذا الهم الكبير تركه ويقول كما تأتي تأتي نريد الوسطية صحيح هو الوسطية لكن بقدر ما الإنسان يجتهد يعني الناس في مسائل التربية بين مقصر ومقتصد وسابق للخيرات جميل إن صح التعبير على هذا فهناك مستويات المهم أن الإنسان لا ينزل عن مرتبة المقتصد وهو أن يكون له أصول فهذه الحلقة تركز على المقتصد يعني الإنسان الذي كما يقولون يجب أن يحافظ على الوسط لا ينزل دونه وما هي الأشياء التي يجب أن يركز ويوجد نقطة أخرى حقيقة هذه الحلقة كانت لها قصة كان عندي أحد الزملاء هذا الرجل يسعى دائماً للسفر والبحث عن البيئات المناسبة لأولاده يعني هو يسافر من مكان إلى مكان هرباً بأولاده من أجل أن يجد محيط مناسب له فذهب إلى مكان وأردنا أن نجد له أو نحاول أن نربطه مع شخص هناك ليساعده في مكانه الجديد الذي يذهب إليه فهذا الرجل الذي ذهب صديقنا إليه كان يتحدث معي على مسائل التربية وهذا الرجل إنسان عامي يعني ليس متخصصاً في التربية وإنما شخصاً شخص عادي كأي الآباء والأمهات شغله يعني في جانب التجارة ولكنه حريس لعله نعم فقال لي التربية ترتكز على أمرين كان يلخص لي قال لي أن التربية حسب تجربتي ترتكز على أمرين اثنين وهما قال لي أولاً الدعاء وثانياً المتابعة من الصغر جميل هذا الأمر جعلني أفكر يعني شكرته على هذه الرؤية وبدأت أفكر يعني ما هي الأصول التي يجب على كل أب وأم أن يدركها هذا الرجل رسم لنفسه معلمين للتربية وهما أولاً أنه يدعو ويكثر الدعاء لأبنائه وثانياً يتابعهم من الصغر جميل أنه وضع أهداف وخطة يعني تماماً رائع نرى الناس مبدعة عنده خطتان يعني خطان عريضان يعمل عليهم ولعل الله وفقه بحسن الهي شهر بهذا النظر نعم أنا قلت دعنا نرسم الأسس الكبرى التي يركز عليها الأباء لكي لا تتشتت وجهات نظرهم ولا تتشتت يعني جهودهم رائع نعم فقلنا أول فجعلنا ست أصول أو ست أسس يعني لهذه المسألة نعم الأساس الأول هو كما ذكر صديقنا هذا وهو الدعاء أو الجانب الروحي في التربية جميل الجانب الروحي نلخصه في أمرين اثنين الأول هو الدعاء الثاني هو أكل الحلال جميل بعض الآباء والأمهات قد يجتهد ويعطي لأبنائه وكذا وكذا ويقول لك الله أبنائي لا يصلوا أو أبنائي طلعوا عاقين لا يسمعون كلامي أو كذا أو كذا ربما قد يكون هذا الأمر بسبب ما تنفقه عليهم مصدر الأموال التي تحصل عليها كما قال حديث الرسول السلام وما أكلوا حرام وهذي من حرام فأنا يستجاب يعني أصيصا الدعاء لا يستجاب مع أكل الحرام بطبيعة الحلال فاجتماع هذين الأمرين الأول هو الدعاء وهذه سنة وهذا أمر مثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى أم مريم عليه السلام كانت تدعو لها من صغارها حتى قبل ميلادها نعم ثم مسألة أكل الحلال وهذا أصل من الأصول الهامة جدا لماذا؟ لأن أنت وضعت الطفل على سكة التربية الصالحة من خلال التغذية والإطعام والملبس الحلال والمشرب الحلال وغيرها من الأمور التي يحتاجها الطفل أولا يجب أن نركز على هذا البعد الروحي وهذا تحضير يجب أن يتبناه الآباء والأمهات ولا يعني الإنسان بقدر ما يكون حريص على هذه المسألة مسألة الحلال في الرزق وهذا الأمر لو تجد نرجع للوراء نجد الآباء رغم أنهم كانوا لا يعرفون مسائل التربية قديما إلا أنهم كانوا يركزون على مسألة الحلال في الأكل صحيح يعني حتى هنا الآية القرآنية وكان أبوهما صالحا يعني كم أن الصلاح أيضا تتورثه الأجال تماما في حال والأكل الحلال الأستاذ علي يعني مسألة الخوف من الحرام هذه نتيجة في الأصل نعم نتيجة لتدين الإنسان أو لارتباص الإنسان بالله يعني هي خلاصة لماذا؟ لأنه عندما نقول أكل الحلال ما معنى معنى هذا الرجل يحافظ على صلاةه يعمل كذا لماذا؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له بمعنى أن الأكل الحلال هو ثمرة العيش بالدين هو ثمرة الالتزام والانضباط السلوكي وأيضا لا يظلم غيره دكتور تماما وبالتالي لا يعود الظلم عليه وعلى أولاده لاحقا نعم كلمة الأكل الحلال سبحان الله جامعة صحيح جامعة إن كنتم رئيسا فيجب أن لا تستغل العمال تأخذ حقوقهم أو تقطر عليهم نعم تقطر وتأخذ حقوقهم وتكون كما يقولون مجحف في إعطاء الحقوق هذا أكل حرام لماذا؟ لأنك تقصر في حق الناس يعملون ساعات طويلة ولا يأخذون حقوقهم وتظن نفسك ذكي في أنك تحصل الأموال وأنت قد تكون دخلت في الحرام والحلال الأكل الحلال أيضا للعامل الذي قد يقصر في أداء واجبه ويريد أن يحصل على ما هو أكثر من حقه وقس على ذلك يعني كلمة الأكل الحلال واسعة واسعة وتجعلك تتدبر فيها تدبر ما شئت فيها وأيضا الدعاء أن يكثر فيه الإنسان وأن يجمل ولهذا سبحان الله شوف هذا الدعاء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وخص به فئة محددة الله سبحانه وتعالى يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ الأربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي يا الله فقضية الدعاء للأطفال مثبتة في القرآن من عدة أوجه ربي اجعلني مقيمة صلاة ومي ذريتي الكثير سبحان الله فقضية الدعاء أصل من الأصول والأكل الحلال أصل من الأصول جميل جدا فهذا الأصل الأول الأصل التجهيز أو التهيئة الروحية للآباء والأمهات جميل الأصل الثاني ما هو؟ هو المعرفة ماذا نقصد بالمعرفة؟ نقصد أن كل أب وكل أم كل أسرة يجب على الأقل يكون عندهم كتاب هذا الكتاب يتحدث عن خصائص الأطفال من الميلاد إلى سن ثمانية عشر مراحل العمرية الآن يوجد الكثير من الكتب الدقيقة التي تتحدث عن نمو الطفل خصائصه النفسية خصائصه الاجتماعية الأب والأم يدرسون أطفالهم عنده طفل في السن الثامنة اذهب وانظر ما هي الخصائص النفسية عندك طفل في المراهقة انظر ما هي الخصائص النفسية والاجتماعية والعاطفية واللغوية وغيرها يعني معلومات أصيلة معرفة هذا لا يغري أنك دعوت الله سبحانه وتعالى جميل أنك أكلت الحلال هذا جميل جدا لكن هذا لا يغني عن التعلم العلم نعم أنك تمشي على بينة من أمرك وهذا الأمر من السنن التي يجب علينا أن نتعلمها يعني دكتور في عملنا العادي المهنة يعني لكي نجلب المال لأولادنا لنطعمهم ونسقيهم وغيره ندرس كل الأمور حول هذه المهنة لكي نتقنها لكي نستمر بها أو نتطور وغيرها تماما فما بالنا بالتربية لماذا نصل إلى هذا المكان ونتعلى أجع أنا والله دائما أقول حتى هذا ربما أعقد أنا ذهب الأبسط الإنسان عندما يعمل على آلة يعني حاسوب هاتف سيارة يجب تتعلم كيف تقود هذا السيارة تتعلم كيف تشغل هذه المكينة هذه إذا كان مكينة أو كان هاتف يجب عليك أن تتعلم كيف تتعامل معه فما بالك بطفل أليس هو أمرا أهم من هذه الآلات التي نتعامل بها فأنت على الأقل تقرأ كاتالوج يعني تقرأ هذا الماذا نسميه نحن أرشادات أرشادات الاستخدام فأنت ترى نفسية الطفل في هذا السن وما يستلزمه فالمعرفة أصل أيضا من الأصول التي يجب من الأصول الستة التي يجب علينا أن ندركها ولا دعي أن تحضر مجلد وتحضر كما يقولون نحن موسوعات كبيرة يمكن أن تحضر شيء موسوعة واحدة في التربية لكن يوجد كتب مختصرة ملخصة تتحدث عن الخصائص المتعلقة بنمو الطفل في مختلف مراحله العمرية يعني على الأقل تكون على دراية كيف يفكر ابنك في هذه الحقيقة لماذا؟ لأن معرفة هذه الأمور تنقص الضغط على الأباء والأمهات تمام عندما تعرف أن الطفل في هذا السن يكون عنده هذه الخصائص عنده في هذا السن يكثر بكاءه في هذا السن يكثر عناده في هذا السن تكثر مغامراته فأنت تكون على بيّنة تعرف أن هذا أمر طبيعي وليس خارج عن النعم تمام الأصل الثالث هو المدرسة لماذا نقول المدرسة؟ لأن الطفل أو دور الأسرة يقل إلى نسبة محددة بعد أن يدخل الطفل إلى المدرسة يصبح الطفل يقضي ما يقارب السبع أو ثمان ساعات خارج البيت لعله لا يقضيهم وهو مستيقظ في البيت نعم تماما هذا وقت نوعي ما معنى أنه وقت نوعي؟ بمعنى أن الطفل يكون ضمن هذه الثمان ساعات نشط في كامل وعيه ويكون مراقب وتحت السيطرة وتحت التوجيه بمعنى هذا وقت نوعي هذا ليس وقت بسيط في بعض الحالات قد تبقى مع ابنك يوما كاملا لكن الوقت النوعي في هذا اليوم الكامل هو ساعة ما هو؟ عندما جلست معه وتكلمت معه أو لعبت أو الطفل كان يراقبك ماذا تفعل؟ كيف تجلس؟ كيف تتحرك؟ كيف تعمل الأخر؟ يعني تتثائب ولا تضع يدك على فمك؟ تعتص ولا تحمد الله وغيرها من الأشياء فماذا يحدث؟ المدرسة ماذا نقصد بها؟ نقصد بها حسن اختيار المكان يجب على الآباء الاجتهاد في اختيار المدرسة المناسبة اختيار المدرسة التي تتناسب مع توجوههم لا تركز على المعرفة كثيرة بالأخص في سنوات الطفل الأولى سنوات الطفل الأولى تحتمد أكثر على القيم والأخلاق والتعلم سيستدرك بالأخص الأربع سنوات الأولى وإن كان الطفل قد يذهب للحضانة أو يذهب إلى الروضة يجب أن يكون تدقيق كبير في هذه المسألة لا سيما في مرحلة الروضة يعني اختيار المربي المناسبة مهم جدا حتى إلى السن يعني يوجد نمطان في التعليم الآن بعض المدارس تعتمد النمط المعلم الصف وهو معلم واحد يتابع الطفل حتى سن الرابعة وبعض المدارس تنوع المعلمين بناء على الوحدات الدراسية التي يدرسونها المهم في كل الأحوال وأنا مع النمط الأول ليس النمط الثاني النمط الأول أسلم وأحسن وأفضل لماذا؟ لأن المعلم مثله مثل الأب يحتاج أن يعرف خصائص الطفل ويحتاج مدة أو فترة حتى يدرس نفسيته وكذا عندما يواصل معه يكون تعلم طرق تعلمه وطرق يعني انفعاله النفسي والاجتماعي وهذا يكون أفضل يستطيع التعامل معه بشكل يصبح الطفل المعلم في مكانة الأب أو الأم الثانية للطفل في هذه الفترة فهنا يجب على الآباء التركيز على مسألة المدرسة ما هي قيمهم؟ ما هي علاقة الأستاذ بالطالب؟ ما هو نمطهم الإداري؟ هل يوجد أنشطة؟ هل يوجد لعب؟ ماذا يركزون؟ ماذا يبعدون؟ هذه المهمة جداً لا تذهب فقط وسمعت أنهم وقالوا هناك معلم أو هناك تخفيضات وكذا لا ما هذا الأمر؟ الأمر ليس مربوطاً بمال أنا أعرف بعض الناس يضعون أبناءهم في مدارس تكلفتها أو رسوم التسجيل عالية جداً لماذا؟ هو يفكر في شهادة ابنه هذه المدارس مسيحية يعني لا يعلم إسلامية يعني مدارس كامبريج وأكسفورد وغيرها من المدارس الغربية هو هنا يركز على ماذا؟ يركز على العلم المعرفة نعم ولا يركز على الجانب الآخر اللي هو التربية الطفل في سنواته الأولى يحتاج التربية أكثر من المعلومة فأنت الآن تنفق أموال طائلة في الأخير قد ينجح في هذا العلم أو لا ينجح لكن الذي ضع منه هو مسألة التربية أنت الآن ما هي الثقافة وما هي التعليمات وما هي التوجيهات لهذا؟ رسالة مزدوجة هنا رسالة للآباء والأمهات على حسن اختيار المدرسة التي تتناسب مع قيمهم وأخلاقهم ومن جهة أخرى على المدارس أن تتق الله سبحانه وتعالى المدارس يعني تعتبر حلقة ثانية مهمة جداً في مصار التربية عند الطفل وللأمة ككل فالآن على المدارس أن تركز على المخرج أو المنتج التربوي فيها وتبذي الجهد في هذا يعني هذه أمانة أيضاً ولله دكتور يعني هناك تحدي كبير لسيما في المجتمعات المفتوحة في هذا الأمر سواء من قبل الأهل أو من قبل المدرسة أحياناً نعم فمن قبل الأهل على سبيل المثال فعلاً لا يجدون المدرسة المثالية إذا قلنا التي يريدون فعلاً أن ينتمي ابنهم أو ابنتهم إليها ويشعرون بالأمان المطلق يعني بالمقابل أيضاً المدارس يعني توجد صعوبة في إيجاد الكادر المناسب المدر الذي يتق الله سبحانه وتعالى في أولاد المسلمين وكذا يعني تجد فعلاً في مجال التربية هناك إشكالية معينة في الأصول التي تتكلم بها تماماً يعني دكتور يعني المربون أنفسهم لا يعرفون ما عليهم تجاه الأطفال الدول التي تحترم نفسها تولي لمسألة التربية والتعليم والمدارس والمعلمين أهمية كبرى وأهمية قصوى صحيح لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا هو أول مصنع للأجيال التي ستبني هذه الدولة أو تلك نعم فلهذا بقدر ما تكون الدولة مهتمة بجيلها وبمستقبلها تجدها تركز على هذا لهذا نحن نجد الآن دائماً المعلمين في إضراب في بعض الدول صحيح يطالبون بأجنى الحقوق صحيح بالله عليك أنت إن لم تحتني بالمعلم بمن تحتني تحتني لي عمال شركات البترول كل إنسان له حقه لكن هذا يجب أن يكون هو الركيزة لماذا؟ لأن هذا الذي سيصنع الأجيال التي ستستمر من خلالهم هذه الدولة المجالات الأخرى تنامى يعني فلهذا هذه المسألة من المسائل المهمة أيضاً التي علينا أن نتنبها وهو أصل ثالث من الأصول الأصل الرابع الأمومة والأبوة ماذا أقصد هنا؟ لا أقصد الشخص الذي بنى أسرة يعني التقى رجل مع مرأة وأنجبوا أطفال وبدأوا يلا بسم الله لا أقصد هذا أقصد دور الأمومة ودور الأبوة أنت الآن عندما أسست الأسرة تأسيس الأسرة هذا أمر يقوم به الكثير من الناس لكن أن تكون أباً وتكون أماً هنا يأتي التحدي جميل بمعنى أنك أنت كأم ما هو دورك كأم؟ ليس كأمرأة ليس بـ لتستأهل هذه الصفة أو هذا الاسم كأمرأة يمكن ترضعي ويمكن تطعمي وتغسلي هذا بالسلقة مهامة عادية الرجل تعمل وتجذب مال هذا حتى ولم تكون متزوجاً يعني تعمل هذا الأمر لكن عندما تصبح أب ما معنى أب؟ بمعنى أنك تدرك أن عليك مسؤولية هذه المسؤولية ستحاسب عليها يوم القيامة هذا الأمر ماذا؟ يتطلب منك جهداً في القراءة في المعرفة كما ذكرنا وفي الدعاء وفي الأمور الأخرى التي يجب عليك أن تكون قدوة أن تلعب دور الأب لا يغيب عن بلك أنا الآن أصبح لدي أطفال تماماً أصبح لدي هناك أشخاص يتأكتلون بي وحاسب تصرفاتي تماماً وحاسب عنهم لهذا واختصرها القرآن الكريم نعم في قوله قل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا الله واحد من العلماء ذكر مسألة عجيبة جداً الحارث بن أسد المحاسبي ذكر مسألة ربما ملايين المسلمين يغفلون عنها رغم أنها ذكرت في القرآن الكريم صفة من الصفات التي يتصف بها أهل الجنة هي الإشفاق آجاً ذكرها الله فقال إنهم كانوا قبل ذلك مشفقين مشفقين على ماذا جميل تتمت الآية تذهب عن خاطر الآن هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى فيها كيف أن أهل الجنة كانوا مشفقين على أولادهم وأهليهم من النار نعم فيقول هذا العالم الحارث بن أسد المحاسبي يقول عندما تدخل إلى بيتك وتجلس وتنظر إلى زوجتك وتنظر إلى أولادك ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ نعم نعم قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين تماماً إن كنا قبل في أهلنا مشفقين جزاك الله خيراً هذا المسألة ما معنى كنا في أهلنا مشفقين كانوا عندما يدخلون يقول العالم هذا عندما يدخلون إلى أهلهم ويرون أبناءهم ويرون الزوجة يشفقون عليهم من النار يا الله فهو يقول عندما تدخل إلى بيتك لا تنسى هذا الأمر استحضر هذا الشعور لكي تكون من أهل الجنة الذين يقولون يوم القيامة إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين تلقائياً ستتعامل معهم على هذا الأساس تماماً شوف هذا الشعور قال لك عندما تدخل استحضر هذا الشعور عوض أنك تفكر في مستقبلهم ماذا يأكلون وماذا يشربون تمام فكر في هذا لكن أيضاً فكر في مستقبلهم الأخروي جميل هذه المسألة المستقبل البعيد البعيد جداً الذي يجعل الإنسان يفكر وتشعر بالشفقة هل أجتمع بهم يوم القيامة أم لا هل نكون كلنا في الجنة أنا وأبناء الذين أحبهم كلهم أم كل واحد يأخذ مصار مختلف هذا هو الإشفاق الذي يجب أن يتبادر إلى قلب كل أم وكل أب هذا الإشفاق سيولد حرص وحرص وعمل فلهذا نقول أن مسألة الأبوة والأمومة بمعناها العملي المسؤول هو أصل من أصول التربية وهو أصل رابع من الأصول دكتور لنعيد كي نركز مع المشاهدين في هذه الأصول الأصل الأول الجانب الروحي الدعاء والأكل الحلال الأصل الثاني قلنا المعرفة جميل يعني بعد الإخلاص والصدق علينا أن نتعلم ونتزود بالعلم يكون عندنا على الأقل كتيب فيه الخصائص النفسية والخصائص العاطفية والاجتماعية للطفل في كل مراحله لنعرف كيف نتصرف معه جميل جدا الأصل الثالث قلنا المدرسة بحكم أن المدرسة هي حلقة مهمة من حلقات التربية موجودة ضمنها فنختار المكان المناسب لما نؤمن به من قيم جميل ونضع أولادنا هناك ولا نركز على الأمور الأخرى وإن اجتمعت الأمور الأخرى مع هذا المسألة مسألة التربية يكون نور على نور الأصل الرابع هو الأمومة والأبوة بمعنى أن على الآباء والأمهات أن يدركوا المسؤولية التي وضعت على أكتافهم وما هي هذا الاسم تماما والمعنى الحقيقي لكونك أبا أو لكونك أما جميل جدا الأصل الخامس هو الصداقة أو الأصدقاء الصاحب الصاحب ساحب ونجد أن القرآن الكريم والسنة النبوية أيضا ركزت على هذا المسألة ونجد آيات من القرآن الكريم تحثنا على أن نلتزم بالناس الصالحين ونجد أيضا أن هناك من آيات القرآن الكريم حديث أو حوار يذكره الله سبحانه وتعالى عن شخص أو مجموعة من الناس كانوا في الدنيا ثم كتب الله لهم الجنة لوم القيامة فجلسوا فأحد الناس كانوا يتكلمون عن الدنيا هم في الجنة فيقول نعم فيقول يتذكر يقول إني كان لي قريم يعني يسأل آه يقول والله كان عندي صديقي في الدنيا فكان يقول له يقول هذا الصديق ماذا كان يقول له كان يقول له أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون كان ينكر البحث فهذا الإنسان المؤمن يطلع أو يسأل الله سبحانه وتعالى عن هذا الصديق أين هو فاطلع فإذا هو يعني وجده في جهنم العياذ بالله فحذرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون مع هؤلاء فالصداقة وأيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فكلها يعني دلائل على أهمية هذا الموضوع وصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم فهذه الأشياء كلها تدل على أن مسألة الصداقة والعلاقات الاجتماعية مسألة أصيلة في مسائل التربية يعني الأحاديث والآيات في هذه الأمور كثيرة جدا يا دكتور ونحن نرى أساسا تأثير الصاحب السيء على أقرانه يعني نراها في المدارس نراها في البيئات العادية يعني تقول الكثير من الأمهات والأباء يعني ابني كان صالحا ومستقما إلى أن تعرف على فلان تمام وانحرف من وقتها يعني والكثير من القصص على هذا الموضوع والعياذ بالله نعم والبنت أيضا نفس الشيء فلهذا قضية الصداقة وبناء الأصدقاء يجب أن تكون محو الأساسي هنا الأباء أنفسهم أولا أصدقاء الأباء أنفسهم دكتور تمام يعني أحيانا يكون الأب واعد لديه صديق منحرف أو لديه شدود معين يعني بحياته ويقول أنه لا بأس يعني هو في عملي أو كذا وإلى آخر ويعرف أولاده عليه ويمسيحه أمامه يعني نرى هذه المظاير في الحياة ثم يقول الأب لابنه عليك أن تختار الصاحب الجيد والصالح وإلى آخره هذا نحن عندما نقول الأصدقاء يجب عن الأباء هذه النقطة التي ذكرتها مهمة بمعنى أن يجب أن يكون وعي عند الأباء بأهمية هذا الموضوع وبأن الأبناء في الأخير يقلدونهم ويرون من يجالس الأب يعني لا يأكل طعامك إلا تقي ولا نعم هذه أيضا من الأشياء التي يعني هنا الأب الولد يعيش مع أهله هذه الأمور وبالتالي هو فعليا سيكون من ضمن هذه الليئة هذا جانب لكن الجانب أيضا الخطير والحساس هو العلاقات التي يبنيها الأبناء في المدارس في الثانويات في الحي لهذا عندما قلنا يجب أن تختار المدرسة بقدر ما تكون المدرسة مهتمة بالتعليم والتربية والأخلاق فحظوظ الطفل في أن يجد أطفالا لهم خصائص متميزة وجيدة تكون عالية جدا جميل أيضا الأمور الأخرى المتعلقة بالسؤال يا بني مع من اليوم كنت ما هم أصدقاء الحوار حاول أن تدعو أصدقاء ابنك للبيت ما فيه مشكلة حاول أن تنظم لهم رحلة طيب بني دكتور إلى أي حد على الأم والأب أنفسهم أن يكونوا أصدقاء لأبنائهم يعني كونه هذا شيء عنده بعد آخر يعني كون الأب والأم قريبين من الأبناء والنقاش هذا ربما نجعله مع الأصل الثالث والأبوة والأمومة نعم لأنه الحوار وكذا لأنه إذا عرف أن من خصائص الطفل هي أن يكون هناك حوار ونقاش سيقوم بدور الأبوة والأمومة بطريقة صحيح نعم الآن نقول أنك هنا مرحلة أخرى أنك تدعو أصدقاء ابنك تجلس معهم تراهم تراقب تلاحظ بدون طرق يعني بطرق غير مباشرة فأنت تصحح وتوجه بطريقة ونحن خصصنا حلقة كاملة للأصدقاء والبناء العلاقات الاجتماعية صحيح في سلسلة رحلة مع ابن المراق الأصل الأخير الذي نختم به هو التربية اللاصفية أو التربية خارج المدرسة ونقصد بها هنا النوادي المسجد الجمعيات المنظمات المحيطة هذه من الأمور الهامة جدا في حياة الطفل لماذا؟ هي مهمة من جانبين اثنين الجانب الأول يتعلق ببناء الصداقات الدراسة تثبت أن أغلب الأطفال يبنون علاقاتهم الاجتماعية وصداقاتهم خارج المدرسة من أبناء الحي من النادي من المسجد من النوادي الرياضية لماذا؟ لأن هذا يكون أقرب للطفل هذا واحد الشيء الثاني المهم في هذه الأنشطة اللاصفية هي بناء الهوية وبناء الهدف عند الطفل وهذان أمران مهمان في نمو الطفل المراهق فلهذا عندما تلحق أيها الأب ابنك بنادي رياضي أو بالمسجد أو تجمع بين الرياضة والمسجد أو تجمع بين ناديين أو ثلاثة المسجد والرياضة ونادي الأنشطة العلمية هذه كلها ستفتح له مجال في بناء العلاقات الاجتماعية الصحية لأنه من المستحيل أن يكون طفل فاشل أو طفل منحرف يذهب إلى نادي رياضي أو يذهب يعني نسبة الخطأ يعني على الأقل خلقت له هدفا ساميا في الحياة لا هذا في بناء العلاقات وصرفت الطاقة وأيضا فيما يخص الهوية أنا أجعل طفل يكتشف نفسه يكتشف مهاراته يرسم هدف لحياته جميل ونجد أن سبحان الله الجمعيات التي تهتم بالتربية سواء كانت يعني مساجد أو كانت جمعيات دينية هذه تعطي له هدف هوية يعرف من هو ما هو دوره في الحياة ماذا يريد من هذه الحياة أين يريد أن يصل هذا أمر يهمه في باقي حياته بداية من سن الثاني عشر ما ينفعه هو هذه الهوية التي يؤسسها في اعتقاده حول نفسه وفي رسمه لهدفه وفي الطرق التي توصله لتحقيق الهدف سعر فهذه الأصول الستة التي ذكرناها على الآباء والأمهات أن يجعلوها نصب أعينهم وأن يرسموا من خلالها منهجيتهم التربوية نعيدها يعني باختصال نعم أولا قلنا الجانب الروحي من خلال الدعاء والأكل الحلال المعرفة المدرسة الأبوة والأمومة الصداقة والتربية اللاصفية ونقصد بها المسجد والنوادي وغيرها من المؤسسات البعيدة عن المدرسة أو المكملة لنشاط المدرسة جميل جدا يعني هنا دكتور ما شاء الله لخصت لأي أب أو أي أم يسمعوننا الآن لخصت لهم لنقل كامل المعطيات والركائز التي عليهم أن يعتمدوا عليها كأسباب أسباب حياتية أو دعنا نقول كخطوط عريضة كخطوط عريضة يرسمون من خلالها خطوطهم التربوية جميل جدا طيب هنا يعني أيضا نريد أن نشعر الأب والأم بأن هذا الأمر يعني ليس نعم هو مسؤولية كبيرة وفيه نار أو جنة وفيه حساب أمام الله سبحانه وتعالى لكن بالمقابل نستطيع أن نؤديه بسعادة نستطيع أن نؤديه بإتقان جميل نستطيع أن نؤديه ونحن نشعر بالإنجاز وكلما كبر الطفل أمامنا نشعر بفرح بأننا نبني هذا الإنسان لبنة لبنة كما يقال ليصبح رجلا ناجحا أمامنا أو امرأة ناجحة يعني إلى أي حد هنا أيضا العلاقة بالله سبحانه وتعالى التوكل على الله أن نسلمه هذا الأمر وبنفس الوقت أن نشعر بمتعة التربية هو الاحتساب يعني يمكن أن نجمع هذه الكلمات التي ذكرتها أستاذ علي في كلمة الاحتساب نعم بمعنى أن الإنسان بعد أن يقوم بهذه الجهود كلها وأن ينجز خطته وفق هذه الأصول الستة التي ذكرناها قبل قليل يأتي لآخر مرحلة وهي مرحلة الاحتساب بمعنى يا رب أنا عملت ما أستطيع أن أفعل واشتهدت في تربيتي وبذلت ما أستطيع يا رب تقبل مني وفقني واجعل هذا العمل في ميزان حسناتي فيصبح هنا ليس لذة بمعناها الدنيوي أيها وإنما تصبح هناك لذة روحية أعلى من لذة الدنيا التي يحصل عليها الإنسان عند نجاح ابنه في امتحان أو تفوقه في دراسة الجامعية أو غيرها هذه صحيح لذة يحصل عليها الإنسان أنه حصل على شيء لا شك لكن يوجد لذة أعظم منها وهي لذة الرضا الرباني عندما تحس أنك قدمت كل الأسباب التي يمكن أن يقدمها إنسان وهذا الأمر ربما نختم به يشبه إلى حد بعيد مسألة الصيام والعبادات من السنن التي نعرفها بعد نهاية كل عبادة علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الاستغفار تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لماذا؟ يا رب أنا اجتهد وصمت وصليت لكن قد أكون مقصرا يا رب فأستغفرك على هذا التقصير فنفس الشيء يحدث في مسألة التربية الاحتساب هو الشعور بأنك أديت كل ما يجب عليك تأديته وأنك فوضت الأمر إلى الله على تقصير منك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن المستمعين كل الجهود التي يبذلونها في تربية الأبناء ويحتسبون هذا الجهد لله سبحانه وتعالى على أساس أنهم ينشئون أطفالاً يخضمون الإسلام والأمة الإسلامية ويخضمون أسرهم وأباءهم متى تطلبت الحاجات لذلك لو نلفت في هذا الموضوع لعلها تكون في ختام الحلقة دكتور على موضوع النية أيضاً تماماً نعم يعني كم من الأمهات والأباء فخورين جداً بأبنائهم لكن يعود دائماً الشعور بالأنا العليا لديهم يعني أنا ابني أنا ابنتي أنا استطعت أنا قدرت أنا ينسون توفيق الله وينسون بأن الله سبحانه وتعالى قد تجل عليهم أو قد ينظنون فقط إلى نجاحات تماماً الحياة الدنيا وينسون أن ابنهم لعله مقصر في أمور الآخرة أيضاً هنا النية أنا ماذا سأنشئ وإلى أين سأصل بهذا المخلوق هو الإنسان الذي يكثر الدعاء تصحح نيته بإذن الله تعالى لماذا؟ لأن الدعاء هو احتراف هو احتراف بأن الإنسان يلجأ إلى الله بمعنى أنه غير قادر على أن يعتمد على نفسه لوحده وإنما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لكي ماذا؟ يطلب العون من الله وهذا احتراف بضحف الإنسان وتقصيره مارك الله فيكم أستاذ عزيزي جزاكم الله خيراً دكتور إبراهيم بوزيداني رحلة في عالم التربية طويلة عريضة ما شاء الله مع دكتور إبراهيم هذه الحلقة لعلها كان الأهل ينتظرونها بشغف منذ فترة لكي يعني يسمعون تلخص لهم نعم ويسمعون كلاماً لعله يشعرهم بأن التفاصيل ليست دائماً يعني هي الأصل لكن هناك أمور عامة عليهم أن يرعوها وتبقى التفاصيل يعني تتغير من شخصاً ونصيب والإنسان خطاء بطبيعة الحال ولا يجلد أنفسهم كثيراً وبالمقابل أيضاً من ضيع أصلاً من هذه الأصول الستة أيضاً عليه أن يعرف بأنه مقصر في تربيات أبنائه وبأنه تسيب بشكل أو بآخر وعليه أن يمسك أو يعيد مسكز إمام الأمور قدر الاستطاع نصيحة في نهاية الحلقة دكتور إبراهيم للمشاهدين المستمعين في التربية في شهر رمضان المبارك إلى أي حد علينا أيضاً أن نستغل هذا الموسم الدعاء لأنه إن كان في هذا الشهر ليلة رمضان فقط فهي حالية بنا أن نجتهد لتحصيلها أو لأن نوفق لها وهذا الأمر يعني يستدعي منا أن نبذل جهداً إضافياً في رمضان من أجل أن نكثر الدعاء لأن أكبر أو أفضل عبادة في هذا الشهر هو الدعاء وهو الأصل الأول من الأصول التي ذكرناها فإن وفق الإنسان في الدعاء لأبنائه ولنفسه وفي تربيته يكون خير بعدها بإذن الله فنصيحة الإكثار من الدعاء في شهر رمضان ماشاء الله شكراً لكم دكتور أبنى رحيم بوزيداني كما نشكر مشاهدين الأعزاء ونذكرهم دائماً بأن المال والبنون زينة الحياة الدنيا فما أجمل الأبناء وما أجمل أن يعطينا وياهبنا الله سبحانه وتعالى أبناء لعلهم يكونوا صالحين بإذن الله سبحانه وتعالى إذا اتقينا الله سبحانه وتعالى وأخذنا بالأسباب وسرنا بطريق علم صحيح لكي نربيهم التربية الحسنة فهم سعادة الدنيا وإن شاء الله يكونون لكم ويكون كل أولاد المسلمين إن شاء الله سعادة لأهليهم في الحياة الآخرة ونودعكم مشاهدين الأعزاء متمنين لكم أيام رمضان مباركة وصيام وقيام مقبولين بإذن الله سبحانه وتعالى لنرقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من غراس تربوية اشتركوا في القناة